طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة برامز بسعر صفر فاصلة صفر اثنين واحد تسعة يعني نقدر نقول بسعر صفر فاصلة صور تنين اثنين ماركت كاب ستميت مليون تقريبا برانك ثمانية تسعين بوليم يومي ستة وثلاثين مليون تقريبا طبعا قالوا من العاب من العملات الالعاب اللي تدعم مشاريع الالعاب وايضا الافلام وعدة اشياء حتى الميوزك الاغراني ايضا اه اللي تابعنا اول مرة يا مرحبا بك هذي قناتنا في التليجرام قناتنا مهتمة بالاخبار وتحليل العملات ونحن الصفقات ايضا وعدنا خدمة ادارة الحساب اللي يتميز فيها باضافة عندنا قناة اللي هي العملات الاستثمارية بالاضافة الى الاكتتاب وايضا طبعا لو نشوف هذا شارت عملتنا على شمعة اللي هو الاسبوع اه خلنا اول شي نحدد تجاه العملة نشوف العملة هل تقدر تتجه او تكسر هذا شوفي ترند يعني ها عطول يبين طبعا ممروكين الاخوان نشامة فوز منتخب الاردن على المنتخب الكوري يستاهلون عقبال المنتخب القطري ان شاء الله على المنتخب الايراني ونشوفهم في النهاية نهاية عربي المهم طبعا اه في بطولة اسيا امام اسيا اه لوني نشوف هذا شارت عملتنا على شمعة الاسبوع العملة تمشي بترند تقريبا نقدر نقول هابط من تاريخ تقريبا ثمانية او نقدر خمسة عشر وستس الفين ثانين وعشرين والعملة في هبوط فصر صعود قبل الفترة لوني نشوف خلن نرسم الفابوناتشي بناء على الهبوط هذا خلن نشوف يعني حاليا هي على دعم ممتاز اوكي شدي حلو بناء على الصعود الاخير انا شوف الدخول يعتبر جيد بناء على في منطقة او في اه شمعة اللي هي الاسبوع وعلى الفابوناتشي خلونا نرسم منطقة الطلب ايضا شوفني هذي ايوه شوفني اي منطقة الطلب بناء على شمعة الاسبوع تعتبر منطقة جدا عنيدة اه اوكي مثالي جدا بس خلن نطال انتكد بس اوكي نحتف الاشياء اللي زيادة حاليا الفابوناتشي ما عطلنا نفس المنطقة اللي ما عطلنا فيها يعني كلاهما يعطونا ان هذي المنطقة منطقة ارتداد ومنطقة قوية وعنيدة حلوين حلوين فخلن نمسح جذي عشان العملية توضح. اه بناء على منطقة الطلب عاليا ان هاي يعني حتى المنطقة هاي لو نشوف كيف تم اختراقها اختراقها بوليوم قوي بعد ذلك اعدت اختبار بوليوم قوي ويعدت اختبار بوليوم قوي هذا هذا السبب ان العملة تم اختراقها. الحين لو نشوف العملة يعني عشان تختراق ايضا انا سشوف العملة حاولت مرة اولى شوفوا الشمعة طولها هذي. وايضا حاولت مرة ثانية لهذه الطويل وهذه مرة ثالثة لهذه الطويل. المرة الاخيرة شبه استسلمت. يعني اشوف كأن السيولة خرجت. انا بالنسبة لي بناء على لهذا النموذج هذا السيولة بدأت تخرج في عملة اه اللي هي القالة يعني اردارات الشراء اقلت حلوين حلوين. عاليا انا شوف العملة ممكن تتجه يعني اذا تكلمنا بسيناريو سلبي ممكن العملة تتجه لغاية اللي هي يعني هذا السعر اللي هو لغاية صفر فاصل صفر واحد ثمانية. وبعد ذلك ممكن ترتد. مهم جدا تطلع من من منطقة البوكس هذا من المقاومة. طلعت بتتوجه الى حتى ممكن الى متوسط الاوسي خمسين على شمعة الاسبوع. والاغلب عارف واللي تابعوني مع عارفين النظام. انه متوسط الاوسي خمسين جدا عنيدة على شمعة اللي هي على شمعة الاسبوع. يعتبر من اقوى الدعوم والمقاومات. اوكي هذا الترند لاين. وبعد ذلك ستتجه لترند لاين. محتاجين ان اغلاق اعلى الترند لاين. وبرنا نشوف انفجار ان شاء الله. ليش انفجار? لان اول شي بيكون اخترقة المقاومة اللي بيكون على هذا السعر. بنرسم المقاومة. خاني بس. لا خانس ايتي عشان ما يكون في خطة. نرسم المقاومة اللي على هذا السعر تقريبا. تقني. تقريبا تقريبا نحن في مقاومة على هذا السعر. وهذا الخط مقاومة يعني مهم جدا. خلاف الكسر كسر الترند يعني شو الفائدة انك تكسر الترند هني وعادت اختبار تصطدم تصطدم في المقاومة هاي وترجع تنزل. يصير. بتحاول ترجع تنزل. هذا يحصل. مهم جدا ان نشوف كسر الترند يعد اختبار ويختبر المقاومة ايضا بيروح. انا اشوف هذا السيناريو الاقوى. حتى هني بيكون هدف كهدف يعني جميل بيكون صفر فاصلة صفر ستة تنين. لبن هذا هدف قوي بكل العملة. في حال اخترقة الترند. يعني انا بالنسبة لي حاليا اذا حدي بيدخل ينتظر شوي. ان في احتمال نشوف العملة تنزل لغاية اللي هو صفر فاصلة. اه هنا. تقريبا صفر فاصلة بيكون صفر واح ثمانة ثلاثة تقريبا. يعني حتى ها حق الفيوتر لا ما يحتاجون. غلاق ادنى صفر فاصل صفر خمستعش بيكون هو الغلاق. اما هذه العملة بيكون هدفها تقريبا حتى مكانك تروح ما بعد الونكس. لان العملة هذي قوية جدا. في عملة العاب في الكريبتو مجال الكريبتو. اه دخول بكم ممتازة هنا. دخول الان بالنسبة اللي بيدخل الان يقدر 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 يقدرون. اما الفيوتر لا. تقدر يدخل برغم صغير. لان العملة في مجال ترجع تصعد يعني لازم نحطها الفرضية. يعني عادي في الاسبوت ان عادي حين ترجع تصعد على المقاومة هذي وتكمل صعود. فانت بتكون دخلت لكن واذا نزلت تعزز. في كل قاعة تعزز. في كل قاعة تعزز. هذا الاسبوت. لكن لفيوتر لا. فيوتر دخلها وحده. واذا عززت تعزز برقم صغير. شان ما تتلعوز. شديد يكون خلصنا. طبعا لي تابعنا اول مرة يا مرحبا بك. هذي قناتنا. او هذي قناتنا في تليجرام. رابطت قناة اسفل الفيديو. اذا حابت تابعنا. نتشرف فيك. وبس انا قبل كل شي انا شفت شي يعني خلنا نعني نقطة جذبتني. هاي موجة. موجة ثانية. ثالثة. رابعة تقريبا. انا بالنسبة لي يمكن شوف موجة خمسة. بناء على الشكل. يعني لا. هني لا. هني ما اعطاني واحد. هني ما هذي قناة واحد. يعني شديد ممكن انهي صفر تنحسب ولا اي بي سي دي فاي. خلنا نشوف من الاخرى. بس قبل ما ننهي. ايوه. هذي صح. شديد الحروف. اوكي. اي صح. واحد. هاي هاي الطبيعية تكون. فبالنسبة لي في موجة بتكون اخيرة. يعني لغاية هذي. يعني حين موجة موجة ثانية تقريبا. ثالثة. رابعة. يكون في اخيرة. يعني ممكن نشوفه هني وارتداد اعلى. في حال انه تحقت الموجة مثل ما تكلمنا او مثل ما حطيت في الشكل المثالي البياني. المشكلة هالاشياء ما استخدمها كثير صراحة. فهذا السبب ان انا شوي يعني ما. مع انها هي من الاشياء اللي تساعد. او مش مش شرط يعني دايما نسم هذي الاشياء. مساعدة. عشان شوف الحركة. يعني شوف هاي موجة. ثانية. ثالثة. اكتمال شدي. يعني يكون في بعد هذي في بام بخير. عرفت كيف? يعني هاي بتكون اخر اخر الموجة. اخر الموجة يعني يا انه بيكون في صعود قوي لانه يعني انا شو الفكرة? ان هاي الحركة بتتم العملة تتحرك في الترند. يعني بالنسبة لي دام انه في نزول هني بعد ذلك ممكن تخرج. انت الفكرة? ثواني يعني بس خلنا نعرض اللاين. بنوصل ما نعيد الملاحظة مرة ثانية. يعني بناء على الموجة هاي موجة اوله ثانية ثالثة رابعة خمسة صح? الخمس موجات هاي تكون في الترند. يعني في الترند هذا. ما يصير كسر الا بعد ما تنتهي للموجة الخامسة. يعني بعد ما توصل هني راح يصير كسر. يعني هالفر هال يعني سبعين بالمئة تكون شذيه. اللي هي الناس اللي تمشيها على الموج. انه في ناس في تحليل انواع. في تحليل موجي. في تحليل كلاسيكي. في تحليل وايد. في ويد مدارس للتحليل. كل واحد وطريقته في التحليل. انا حطيت نموذج من النماذج التحليل اللي الناس تمشي عليه. المهم طبعا اذا شي ما راح اخلص. اعطيكم العافية ومفاجئ خير.